موسيقى يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا يا اهلا وسهلا في الجزء الثاني من هذه الحلقة التقي مع الكابتن الكبير والمدير الفني القدير عبد الحميد بسيوني يتحدث معنا عن تجربة الاخيرة مع فريق الاخضر الليبي ماذا عن نادي الزمالك ناديه السابق وكيف يرى النادي خلال هذه الاونة فنيا مؤكد نتحدث عن لقاء الاهل والوداد بمشيعة الرحمن الاحد القادم في استاد القاهرة ثم ما رأيه فيما يقدم طلاعي الجيش خلال هذا الموسم وموقفه من الهبوط للقسم الثاني خاصة وان الكابتن عبد الحميد بسيوني قد حقق انجازا فريدا مع طلاعي الجيش بحصوله على السوبر المصري امام النادي الاهلي وهي البطولة الوحيدة التي دخلت خزائن طلاعي الجيش في البداية وكالعادة بقى من اخر اخبار والمستجدات بنبدأ بسؤال حضراتكم على صفحتكم On Time Sports السؤال بيقول برأيك اختار افضل لاعب اجنبي في الدور المصري هذا الموسم هذا الموسم يعني خلينا نركز ونقول هذا الموسم يعني مش موسم فات ولا قبله بنتكلم على هذا الموسم لان مهمة اوي اوي ان احنا نبقى فاهمين ان احنا نتحدث عن هذا الموسم هذا هو سؤالنا النهار طيب انا عارف ان السؤال ده يحير شوي لان فيه لعيبة كويسة الحياة هذا الموسم في مختلف الاندية فيما يتعلق باللعبين غير المصريين طيب هنبدأ اولا بالنادي الاهلي باعتبار انه بيستعده بنستعد معه جميعا ان شاء الله للقاء الذهاب يوم الاحد القادم باذن الله على استاد القاهرة الدولي في موقعة الذهاب في نهائي دوري ابطال افريق كلنا عارفين ان شاء الله العودة هتكون يوم الحد اللي بعده ان شاء الله باذن الله يوم 11 يونيو هناك في المغ النقاردة بدء طرح تذاكر من خلال شركة تسكرتي هذا اللقاء وفقا للتصريحات انه تمت الموافقة على حضور عشرين الف مشجع طبعا كنا نتمنى اكيد اكتر من كده احنا في الهلال كانوا خمسين الف وفي الرجاء كانوا خمسين الف وكان مظهر يفرح ودايما بكرر جملتي اللي اعتقد حضراتكم ذهقتم منها انتم اصحاب القرار في الحضور الجماهيري لما بيحصل خروج عن ما هو مقرر الامن غصبا عنه وبيخفض هيعمل ايه وبالتالي اصحاب القرار هو حضراتكم لا الامن هو صاحب القرار ولا الاعلام هو صاحب القرار القرار في ايد الجماهير الجميلة اللي احنا بصين عليها دلوقتي هذه هي الجماهير صاحبة القرار كنا نتمنى طبعا طبعا لانه الملعب لما بي انا عارف ان الاهل بيبدو المحاولات اخرى خلال هذه الساعات لزيادة الاعداد لكن لازم تعرفوا انه كمان الامن بيبقى معزور لانه ما بتحصل بعض الامور الغير مطمئنة اوتوماتيك الامن بيخفض ده واضح طبيعي جدا على الفكرة ده في المسألة معروفة يعني فنتمنى لو في امكانية لزيادة خير وبركة يعني لكن الامنية الاكبر ان احنا نحافظ على اي مكسب نكتسبه ما نخسروش كنا نكسبنا خمسين الف في جولتين ورابعة في الهلال السوداني وفي الرجاء المغربي خمسين الف وخمسين الف قلنا خلاص احنا وقفنا على ارض صلبة والقادم هيمتلئ الاستاد عن اخيره خلاص وتبقى بوابة حلوة للجماهير في الدوري العام كمان بدلا من نلاقي حوائط اسمنتية نلاقي بشر يعج بالحياة لكن مع كل اسف البعض يسيء استخدام هذا الامر وبالتالي يحرمنا من هذا الضخم الجماهيري الرائع كل الاحوال نتمنى ان ينجح الاهلي فيما سعيه في ديادة العدد لكن حتى هذه اللحظة العدد المقرر هو عشرين الف مشجع هذا هو الامر فيما يتعلق وطبعا تم تخصيص الف تذكرة لجماهير الوداد الشقيق طبعا جمهور طبعا هو زي ما قواعد ولواحل التحدي الافريقي خمسة في المية من الساعة الرئيسية الاسداد خمسين الف بياخد يعني كده يعني في الرنج ده ولازم نبقى فاهمين يا جمهورنا العظيم ان جمهور الوداد دول احباءنا واصدقاءنا واشقاءنا وجايين بروح رياضية شجعه فرقتهم وهذا حقوم الطبيعة هذا حقوم الطبيعة تذكرة اعتقد دلوقتي الدرجة التالتة بمية جنيه زي ما احنا علمنا يعني يعني على كل الاحوال نتمنى ان شاء الله يبقى يوم وعيد عيد ان شاء الله للكرة المصرية الاهلي يا رب ان شاء الله لا يقل عن هدفين ان شاء الله وازيد سيبك من الماتش بتاع انبارح ماتش انبارح امام سيراميكا لاني ما كانش احسن حاجة وكلر قال هذا الكلام في المؤتمر الصحفي قال انه انا سعيد بالنتيجة ولكني غير سعيد على الاطلاق بالاداء لانه اداء النادي الاهلي امبارح كان اداء روتيني ما هواش اداء ابداعي زي ما معودنا النادي الاهلي حيه طوال الفترة الماضية وحتى نفس الهدف كان فيه كلام تسلل اولا مش تسلل في النهاية الجهاز يعني جزم بانه غير تسلل وبالتالي هو هدف صحيح لكن الاداء لم يكن هو الاداء المطامن وعلى فكرة الوداد نفس الكلام الوداد كان بيلعب برضو ماتش عندهم في الدور يكسب 2-0 وطلع برضو المدير الفاني البلجيك بتاعهم حزيم من الاداء قالك الاداء ما هواش احسن حاجة وكنا نتمنى نكون افضل من كده وما كانش عندنا زخم هجومي جيد ودفاعنا ما كانش متماسك بالشكل الجيد وبالتالي تخلق علينا بعض الفرص افتيك المفريق التطواني حاجة زي كده وبالتالي يعني نفس الحكاية تقريبا نفس الحكاية يبدو ان اذهان اللاعبين هنا وهناك كانت منشغلة بمباراة الاحد وده وارد لانه خلي بالك الاهلي بنسبة 99 و99 من 10% هو بطل الدور هذا الموسم بالولا والقلم يعني يعني منافسه الوحيد حاليا هو بيراميس حاليا يعني وعشان بيراميس يفوز بالدوري لازم الاهلي 15 نقطة يخسرها عشان بيراميس يتساوى معاه غير المشات اللي اسم متبقية هذا امر مستحيل يعني عشان يكون يعني ايه يعني منتهي فيوتشر بيحاول على المركز التاني وراء بيراميس ونفس الوضع الزمالك لكن الاهلي قولا وحيدا هو بطل الدور خدوها كده مش محتاجين تاخدوها مني يعني انتو اخدوها من نفسكم انتو عارفين اكتر مننا هذا الامر يعني وبالتالي الاهلي ضامن فمنشغل لكن هناك الوداد في معركة مع الجيش الملك المغربي جيش الملك المغربي متقدم بنقطة واحدة عن الوداد الملك المغربي مركز اول الوداد في المركز التاني عشان كده 56 و 57 و 56 وبالتالي الوداد بيحارب كمان علشان يعني ياخد بطولة الدوري هناك يعني لكن في كل الاحوال غصبا عن اللعيبة افكارها وطموحتها واحلامها منصبة في بطولة الدوري ابطال افريقيا لما تحملوا اولا من تاريخ رياضي عظيم ثم طبعا هناك كمان زيادة في قيمة المكافآت المادية الخاصة بدوري ابطال افريقيا بالملايين يعني بملايين الدولارات ومن ثم هناك مجد أدبي وهناك ايضا قيمة مادية قوية موجودة فاللعيبة طبعا منشاغلة كل ما نتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله ان مباراة الاهلي ان شاء الله يوم الحد تكون سلسلة من مبارياته الاخيرة باستثناء مباراة امبارح وكمان نقطة تانية كده برضو انه امبارح سيراميكا كان بيلعب وعنده ميول دفاعية قوية هل الوداد هيلعب بنفس الاسلوب هيبعنده نفس الرغبة الدفاعية قوية ولا الوداد فريق منفتح للهجوم ده برضو سؤال تاني يديك برضو مؤشر لانبارح كان الاهلي ما هواش الاهلي اللي كان قدام الترجع او قدام كذا او كذا او كذا اذا هو الامر طيب معانا الاساس عزيز القبلاوي وهو صحفي بالمملكة المغربية الساس عزيز مساء الانوار مساء خير كابت المتحد سيدا بيم مساء خير كل المنشاهدين حدثنا عن فريق الوداد واستعدادات احنا عارفين ان هو هيصل بسلامة الله ان شاء الله وينور وطنه التاني مصر غدا الاربعاء ان شاء الله مساء ماذا عن استعداداته وماذا عن اخر مبارا له في الدول المغربي خاصة وان المدارب البلجيكي تحدث ان الفريق لم يكن بحالة جيدة اكيد هو ان شاء الله غدا صريق الوداد ريدي سيحط الرحال لجمهورية مصر العربية اكيد رحلات تصلحت معتادة بين الفرق المصرية والفرق المغربية شأن شأن الاهلي امس اخذ اخر مواجهة قبل رحيل طوب القاهرة مواجهة حق دخل من اجل تحقيق ثلاث نقاط ويحافظ على يعني مكان شوف صبور الترتيب دائما امام وراء الجيش بنقطة واحدة ممكن نقول انا حقق فوز باقل اضرار يعني اهم هذا كان مبارح ان الفريق ينتصل طريق ما يتعرض للاعبين الاصابات والطريق ما يبدل مجهود كبير هو متحقق بالامس يعني عادي لما اللاعب يكون مقبل على مباراة نهائية ان تشوف تحفظ تشوف انه في الاتحامات ما يكون يعني دخول بقوة كل لاعب عنده طموح عنده حلم انه يلعب المباراة النهائية وبالتالي الوداد بالامس لا يمكن ان تحرد عن اداء جيد او ضعيف لان دائما المباراة قبل المباراة النهائية تكون بهذا المستو بهذا الطريقة النتيجة هي الاهم يعني النتيجة اعطت دفع معنويات لعب الوداد واكيد سيستفرون الى مصر وهم يعني بمعنويات مرتفعة لفريق اللاعبين اللي ما 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 مباشرة بعد المباراة نفس المنعب عملوا حصة تدريبية لا لحيادة المدرب زين باندنبروك واليوم عندهم اخذوا حصة تدريبية تانية وبكر ان شاء الله يستفروا مصر عندهم حصة تدريبية يوم خميس الجمعة والسبت قبل اللقاء اللي كنا منتظرين يوم الاحد ان شاء الله وانتمين نشوفه يعني مستوى ريق بقيمة طريقين عريقين طريقين كان حاضرين في كأس العالم الاندي الاخير مع مالقة العالم استاذ عزيز يعني الاعلام المغربي شايف المباراة زي وهل تحدث عن بعض نقاط القوة الخاصة بفريق النادي الاهلي محذرا الفريق المغربي الشقيق الوداد منه شوفه هو المباراة النهائية كبت المدحة شنبي لما تكون بين طريقين بقيمة الاهلي وقيمة الوداد يقع نقاط القوة ونقاط ضعفية بين العيان فيش حاجة يعني كل عارف الاهلي نقاط قوة ونقاط ضعفها وبالجانب اخر بالنسبة كيف ترى انت شخصيا نقاط القوة ونقاط الضعف في النادي الاهلي شوفه الاهلي عند شخصية البطل كما عنده ويداد شخصية البطل الاهلي داخل المباراة وهو عارف انه مش معقول انه يقصر امام فريق الوداد لمرة الثالثة والثالثة المباراة الاهلي اهلي دائما يعني كما تقول لهم المصريين يعني وش رباح على الفريق الوداد الرياضي المباراة هذا الموسم تختلف تماما عن مباراة الموسم لكن انت شخصيا ما عندك اسماء محددة في فريق النادي الاهلي عايز تقول ان دي دول مكمل الخطورة في النادي الاهلي شوف انا كمتسب لفريق الاهلي عارف ان الفريق في الاخر 14 مباراة خلص مر معهم اهدف واحد يعني طريق قوي دفاعيا عارف ان الفريق عنده يعني نقاط قوة في الهاني ولا معلول كذلك فرسيتاو يتعلق المباراة الاخيرة وحتى الشحات يعني كل هذه نقاط قوة بالنسبة لفريق الاهلي لاعبين عندهم خبرة عنهم تجربة لاعبين اللي سبقوا لاعبوا مباراة في هذه القيمة شأنوش عن فريق الوداد المباراة هذا الموسم ستكون قوية جدا لان فريقين عندهم في تشاشكي لاعبين بخبرة كبيرة صحيح هل هناك أي غيابات في فريق الوداد لاعب الجزائري اللي لاعب فقط دفاع فريق الوداد رياض بن عياد هو اللي غاب يعني في مجموعة من المباريات وهو مش ملاعبين الأساسيين يعني لاعب فقط من الأبقاد بس غيابه لا يؤثر دفاع فريق الوداد لأن كيف بدأ كفنا فرحان يعني اللي كان عنده يصاب ورجع مبارتين لاخيرتين للوداد ومدافع سجل للهدفين ذلك اللاعب الفريق الوداد الرياضي في الدفاع زولة يقدم مستويات كبيرة ابو الفتح يقدم وراءات كبيرة يعني الوداد الآن في القمة مع المدرد البلجيكي أعطى الإضافة وكل كل يتحدث عن التعيير اللي حدث فيه ربارة تقنية لفريق الوداد الرياضي حصل في وقت مناسب وكان صالح الفريق أستاذ عزيز بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا شكرا وسعيد دائما أنا أكون معك يا ربي أشكرك أشكرك شكرا جزيلا طبعا فيما يتعلق بالنادي الأهلي وفقا للكلام أنه محمد الشناوي بدأ يعني تدريبات مع الفريق الأول وإن كان اكتفى بالجري حوالين الملعب بشكل عام لكن ما هناك يعني لسه بعض المحاذير في مشاركته هو كلام من عنده شد في عضلة السمانة ده الكلام اللي بيتقال لكن في كل الأحوال حراس الأهلي على مستوى عالي جدا جدا سواء كان الشناوي هو الموجود أو علي لطفي أو مصطفى شبير فالثلاثة الحقيقة على كفاءة عالية جدا وأي من الثلاثة سيكون عند الموعد بمشيئة الرحمن عايز أقول لكم بس فيما يتعلق بمقارنة سريعة بين مارسل كولر المدير الفني طبعا للنادي الأهلي والبلجيكي سيفن فندن بروك المدير الفني للوداد طبعا مارسل كولر لعب مع النادي الأهلي خمسة واربعين مباراة في كل البطولات في الدوري لعب اربعة وعشرين مباراة فاس في تسعة تاشر وتعادل في خمسة ولم يتلقى اي هزيمة في الدوري في دوري أبطال إفريقيا لعب اتناشر مباراة فاس في تمانية وتعادل في اتنين وخسر مبارتين في كاس العالم للأندي لعب اربع مباريات فاس في اتنين وتعادل في اتنين في كاس مصر لعب ثلاث مباريات وفاس طبعا في الثلاث مباريات في السوبر المصري لعب مبارتين وفاس بالمبارتين اذا عدد انتصارات مارسل كولر مع النادي الاهلي 34 فوز 7 تعادلات 4 هزائم في كل البطولات وده طبعا ريكورد قوي جدا 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 اما سيفن فانتن بروك مدير الفني البلشيكي لنادي الوداد عنده على فكرة 43 سنة كمسيرة تدريبية درب طبعا في بلجيكا ودرب مدرب مساعد في منتخب الكاميرون ومدير فني المنتخب زنبيا ومدير فني لسينبا التنزاني ومدير فني للجيش المغربي ومدير فني لأبهى السعودي عادة بيلعب بطريقة 4-2-3-1 انجازاته كمدير فني اخذ بطل الدوري التنزاني والكاس لما كان هناك واخذ افضل مدرب في تنزاني 2020 اخذ وصيف كاس ملك المغرب وبطل كاس ملك المغرب 21-22 وحصل على لقب افضل مدرب في المغرب 21-22 على فكرة هذا المدير الفني وكيل اعماله عرضوا على الزمالك وعلى الاسماعيلي وعلى سيراميكا والثلاثة يعني ما اخدوهوش يعني طبعا مع الوداد لعب ثلاث ماتشات اتنين مع سانداون 0-0-22 وصعد الى نهائي افريق وطبعا على مستوى الدوري كاسب المغرب التطواني 2-0 لقول ماتش انا كنت بتكلم عليه ده فيما يتعلق بالاتنين كوتشات طيب بالنسبة لموقف اللعيبة بشكل عام المهددين في كل الفريقين بانهما ما يلعبوش المباراة القادمة او بعد القادمة المباراة القادمة في اتنين مهمين هنا واتنين مهمين هنا كل واحد فيهم عنده انذارين فيما يتعلق بالوداد عنده يحيى جبران ده لعب مهم جدا خط الوسط عنده انذارين وعنده امين ابو الفتح وده مدافع صلب جدا ايضا عنده انذارين حميد أحداد على فكرة بيغيب عن مباراة القيارة لأنه عنده ثلاث انذارات أما بالنسبة للعبة النادي الآلي الحمد لله كلهم تمام لكن عندنا اتنين عندهم كل واحد انذارين والاتنين طبعا مهمين جدا مروان عطية وحمدي فاتح ده فيما يتعلق بالموقف الخاص بالمشاركات آخر حاجة عايزة أقولها في جزئية الأهل والمغرب أو الوداد يعني احنا عارفين أنه الأهل التقى مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين 2017 و2022 وفي المرتين فاز الوداد المغربي لكن هذه المرة نسخة 23 دي الوداد عنده مجموعة اختلافات عن الفريق بتاع 22 بتاع السنة اللي فات لو اتكلمنا عن المدربين أربع مدربين تولوا تدريب الوداد خلال الأونة الأخيرة أول واحد طبعا وليد الركراكي لأن الراجل ده كان مساكم وبعين مسك منتخب المغرب زي ما احنا عارفين بعد كده في الحسين عموتة مسك مكان الركراكي لكن بعد مباراتين مشوه جي مهد النفطي وده رحل أيضا بسبب سوء النتائج وبعدين جيه الأسباني إخوان كارلوس جاريدو ده اشتغل باقي مباريات دور المجموعات وربع النهائي وتأهل إلى نصف النهائي بعد اتخطي سيمبا بصعوبة بركلات الترجيح ومشوه ثم حاليا البلجيكي سيفن فاندن بروك وده اللي قاد الفريق لتخطي طبعا موقعتي سانداونز إلى النهائي هذه أول حاجة فيما يتعلق بالمداربين باتكلم عن الوداد الحاجة التانية فيما يتعلق باللاعبين حراست المرمى شاهدت تبديل الحارس أحمد رضا تنكناوتي بيوسف مطيع لأنه تنكناوتي ده أصيب وبيغيب عن الوداد لنهاية الموسم فرجعوا يوسف مطيع وده كان اعتزل فعلا رجعوا من الاعتزال عشان يقف في حراسة مرمى الوداد خط الدفاع رحل أشرف داري وده أبرز مدافع الوداد السنة اللي فاتت وده احترف في نادي بريست الفرنسي وسط الملعب عبدالله حيمود أخذ مكان أساسي بدلا من جلال داودي محمد أناجم هو الجناح الأيمن الأساسي بس قلنا خلاص اللي مش موجود بقى حميد أحداد اللي انضم للزمالك أيضا انضم للوداد من الزمالك بداية من الموسم الجاري أخيرا في مركز المهاجم الصريح كان عندهم جايمي بيتزا ده كان مهاجم كنغولي ده كان مهم جدا جدا لكن برضو للأمانة وهتشوفوهم الحد السنغالي بولي سامبو بيقولوله سامبو هناك على طول لعيب أسمراني كده قوي جدا بنيانه شديد للغاية الحقيقة ولما بيغيب بيتأثر بشدة فريق الوداد هو موجود طبعا ولاعب لابد أن منفرد رقابة قوية جدا جدا عليه لأنه من اللاعبين الأقوياء دايما لما الفرود بيبقى عافي جثمانه قوي شديد بيبقى متعب شوية للمدافعين فأتصور مع سامبو ده لازم يبقى فيه صلابة جامدة جدا من محمد عبد المنعم أو اللي هيلعب جامبه إذا كان متولي أو ياسر إبراهيم أيهما يعني لأنه أكيد هم عارفين الكلام ده أنا بس بشرحه لحضراتكم يعني هتشوفوا سامبو ده فرود كده أسمراني جسمه جامد جدا وتحسوا أنه عضلات يعني وسريع وبيلعب على هوا في منطقة القوة يعني لعيب لابد من تحجيمه بقوة بيعتمدوا عليه جدا في الكرات العرضية من اليمين والشمال بيرفعوا عليه وكمان لسرعته أحيانا بيدولوا كرات طويلة بين الخطوط بيستغل جثمانه وبنيانه القوي بحطوا جسمه بقوة مع أي مدافع يعني فهو لعيب مهم سامبو ده موجود طبعا وسيشارك مؤكد أساسي في لقاء الأحد بمسيئة الرحمن باقي في الجزئية دي فيما يتعلق بكأس العالم للأندية احنا عارفين أنه عشرين خمسة وعشرين وفق الاتحاد الأفريقي سيشارك فيها أبطال واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين واحد وعشرين كان الأهل اتنين وعشرين كان الوداد ثلاثة وعشرين اللي هي هتتلاعب دي يا الأهل يا الوداد يتبقى أربعة وعشرين هبامين البطل عشان يروح كاس العالم كاس العالم للأندية عشرين وخمسة وعشرين فعشان البعض تحدث هو ليه زمالك مراحش لأنه كان وصيف الدولة كذا لا يعني حبيت بس أقول لكم ده وفقا للريتنج بتاع الاتحاد الدولي وأقول لكم بالنقاط الأهل تلاتة وسبعين نقطة ولطبع الريتنج تاع الاتحاد الأفريقي طبعا الأهل تلاتة وسبعين نقطة وفقا لتصنيف الكاف في آخر خمس سنوات الأهل على التوب فوق خارس والبطل تلاتة وسبعين نقطة بعد كده الوداد تسعة وستين نقطة وبرضو ده هيشارك كبطل وده هيشارك كبطل خلاص لأن أنا قلت إيه عشرين وخمسة وعشرين هياخدوا بطل واحد وعشرين اتنين وعشرين وتلاتة وعشرين واربعة وعشرين فالاتنين دول قرure دي أبطال خلاص بعديهم بعد الاتنين دول يجي التراجي ستة وخمسين نقطة سانداونز واحد وخمسين والرجاء واحد وخمسين هيجي واحد بالتلاتة دول هيشارك عن موسم تلاتة وعشرين لانه الاهل والوداد خلاص هم ابطال وانتهينا والموضوع خلص بالنسبة لهم يعني فاذا نزمالك هيجي بعد كده في المركز السادس بتسعة وثلاثين نقطة وصعب جدا ان يعدل ترتيبه خلال موسمين صعب جدا جدا لانه فرق النقاط كبير دي نقطة بس للشرح حبيت ان انا اوضحها لحضراتكم ماذا عن الدوري العام وماذا عن ترتيب الاندية وماذا عن فرص المركز الثاني وماذا عن دائرة الهبوط نتحدث ولكن بعد الفاصل في الجولة تلاتة وعشرين النهاردة كانت هناك مباراة هامة جدا جدا بين الزمالك وطلائع الجيش الزمالك يريد استعادة ذاكرة طبعا البطولات او الانتصارات خلينا نسميها كده بشكل ادق وطلائع الجيش يسعى من اجل الهروب من منطقة قاع جدول الدوري العام جاءت النتيجة بفوز نادي الزمالك بهدفين نظيفين في الوقت القاتل من المباراة هدف الاول كان في الدقيقة تمانية وتمانين بدربة رأس متقنة من حسام عبد المجيد ثم جاء الهدف التاني في الدقيقة اتنين وتسعين كرة حلوة او الحياة من مصطفى شلبي من ناحية الشمال دي اتنين وتسعين حط جسمه كويس اوي وقفالها بشماله روعة وارتق على طول ابراهيم انا ضاي وحطها روعة 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 عشان ينتهي اللقاء اتنين لشيء لصالح نادي الزمالك مبارا كان عندنا مباراتين في الدوري العام الاهلي يفوز على سيراميكا واحد سفر والاتحاد سكنداري يخسر على ملعبه من بيرامدز واحد اتني نبدأ بالاتحاد سكنداري وبيرامدز الهدف الاول في الدقيقة عشرين للمتقلق ابراهيم عادل لعيب الحقيقة واعد جدا استقبال حلوة اوي وجميلة جدا وتسجيدة في منتهى القوة ليتقدم بيرامدز واحد لاشيء بعدها بدأتين بالزبط عمار حمدي بعد كرة سريعة جدا من ده الهدف مرة تانية بتاع بيرامدز شوفوا استقبال ابراهيم حمدي متأسف ابراهيم عادل وتسجيدة قيون نروح بعد كده للمتابعة الجميلة من عمار حمدي في الدقيقة اتنين وعشرين بقت واحد واحد لكن بيرامدز فريق بيعجب النجوم الحقيقة واستطاع في الدقيقة واحد وسبعين فخري لكاي بمتابعة جيدة جدا جدا هنشوفها مع بعض حط هدف الحقيقة ممتاز للغاية عشان ثلاث نقط مهمة جدا 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 طبعا دي مهارة جدا لبيرامدز عشان بيوناطح بقوة من اجل الحصول على المركز التاني والمشاركة في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم تفرق جدا وقدي له كم سنة بيلعب فيه الكونفدرالية لكن الكونفدرالية حاجة ودوري الابطال حاجة تانية خاصة خاصة دوري الابطال للكبار للكبار والصراع طبعا مهم جدا الاهلي وسيراميكا وحسين الشحات في الدقيقة سبعة وخمسين هدف المباراة الوحيد وثلاثة نقط تضاف لرصيد النادي الاهلي ليعزز من موقفه في صدارة جدول الدول جدول ترتيب الدول العام سريعا الاهلي مدالة يغرد بمفرده في المقدمة برصيد اتنين وستين نقطة من اربعة وعشرين مباراة بيراميدز من تمانية وعشرين مباراة تمانية وخمسين نقطة فيوتشار اربعة وخمسين نقطة زمالك مركز رابع من تسعة وعشرين مباراة خمسين نقطة المقاولون الخامس واحد واربعين نقطة فاركو السادس اربعين نقطة الاتحاد سكندري السابع اربعين نقطة المصر التامن اربعين نقطة امبي التاسع ستة وثلاثين نقطة سموحة العاشر خمسة وثلاثين نقطة اسماعيل الحداشر اثنين وثلاثين نقطة سيراميكا ال 12 31 نقطة البنك الاهلي 31 أسوان ال 14 31 غاز المحل ال 15 31 ثم تلاسي القاع مركز 16 دخلية 28 نقطة طلاقع الجيش قبل الأخير 26 نقطة وفي المركز الأخير حرس الحدود برصيد 16 نقطة فيما يتعلق بمباراة طبعا فيوتشر و ومبي في كاس مصر طبعا دور ال 16 لقطة كانت مثيرة للجدل توقفت على إثرها المباراة وقت طويل وأعتقد كل الناس شرحتها بس أنا عشان اللي ما أخدش باله أو ما سمعش شرح عايز بس أقول نقطة صغيرة جدا 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 ليه الكرة دي أخطأ فيها الحكم وفقا للكلام كله هي جات في رجل الحكم؟ آه طبعا جات في رجل اعترض لعبي MP على أساس أن هي جات في رجل الحكم الحكم كان كلامه اللي لعبها لعب فيوتشر لما جات في رجلي وراحت للعب فيوتشر برضو إذا من فيوتشر لفيوتشر يا قلبي لا تحزن طبعا الكابتن أمر الدولة ها نادر أمر الدولة يعني يبدو أنه هو ما كانش مطلع شوية على قانون كرة القدم وده برضو ما يصحي شكابت النادر لأن هنا لاعب فيوتشر وكأنه عمل وان تو مع الحكم لما نعيدها مرة تانية بص زي إيه لا أتهلي بقى بالبطيئة عشان الناس آه عشان الناس تشوفها كويس يعني واحد يقول لك إيه الله ما هو من فيوتشر لفيوتشر لا هنا خلي بالك أدي مهند لاشيل لما العبها بص خبطت في الحكم وكأنه زميله عملها لون تو بص عملها لون تو لمست فريحاله عشان يخدها في سكيته إذن هو استفاد لعب فيوتشر من لمس الحكم للكورة ومن ثم ما ينفعش لكن لو لو الكرة دي لمست الحكم ورجعت لورة وما كانش فيها أي خطورة في اتجاه مرمى نادي أم بي خلاص ما فيش مشكلة لكن هنا هناك لمس سلبي وهناك لمس إيجابي هنا لمس إيجابي لأنه الحكم عمل وان تو مع لعب فيوتشر ومن ثم هذا هدف غير قانوني بما يعني هو حظ الحكم حلو أنه أم بي هو اللي فاز في النهاية لكن لو ما كانش فاز ام بي كان يستطيع ام بي أن هو يقدم احتجاج لدى اتحاد الكورة لأنه قد حدث خطأ في تطبيق القانون في تطبيق القانون وهنا بنقول لازم لازم يا لجنة حكام لازم يا خبير يا برتغالي لازم يا كابتن محمد فاروق المحترم أن أنتوا تثقا في الحكام مش موضوع أن أنا بحط بس البنود الرئيسية وانت هنا على كده لا هذا خطأ فادح وحصل على فكرة من كم يوم في مباراة في أوروبا حصل حاجة زي كده برضو والحكم لغى خلاص ما ينفعش يعني مش فاكر كان ماتش ايه لكن انتهى ووقف التعب وخلاص وتلغى الموضوع لأنه ما ينفعش الحكم يبقى عامل مساعد عمل ساعتها إسقاط يعني لأنه ما ينفعش الحكم يبقى عامل مساعد لأي فريق هنا الراجل عمل وان تو مع لعب فيوتشر هذا هو الأمر طيب أحد الأصدقاء الحقيقة داني فكرة حلوة قال انت ليه ما بتعرضش كل اللعيب اللي اعتزل وجابه أهداف سواء الأدام أو الجداد فقررنا احنا نعمل فقرة اسمها من ذاكرة التاريخ أو التاريخ الرياضي يعني هنجيب لاعب معتزل سواء حديث أو قديم هنحط له ثلاث أهداف ناردة اخترنا كابتن الكبير طبعا ماردون النيل كابتن طاهر أبو زيد وثلاث أهداف حلوة له نشوف هيرفع مفيش حد ياخدها بالهد يلا بقى جوه جول 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 طائرة موسيد واحد واحد اللعبة جاية وخذها وهو عالطاير بص بص تشوف طائرة بوسيد بيعمل ايه طائرة بوسيد بيعمل ايه هو شوف تاخد قول الطاير ازاي شفتوا شاودي اتنين حواليه أشف محمد عمر بالعبة حلوة للطاهر يا الله طاهر يا الله طاهر وطاهر رأس وبريد يولي نيه دوه 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 الدول التالي الدول التالي طاهر أبو زيد طاهر أبو زيد كده يبقى وصلنا النهاية كده يبقى وصلنا النهاية وأوه المجموعة طاهر أبو زيد الديئة 16 جول جميل مجهور فلدي جميل 11 نفر كل وراء طاهر أبو زيد شار طاهر أبو زيد طاهر أبو زيد وهي حدسة هلقوش شوف اللي عادة اللي عادة هي بيركنها في المصر بيركنها في المصر بيركنها في المصر طبع الهدف الأول الكابتن طاهر كان مصر وكودفور 84 الهدف الثاني مصر وموزنبيق 86 الهدف الثالث بصر طبعا والمغرب 86 الهدف الشهير طبعا اللي حطه الكابتن طاهر والمانشي كان معقد للغاية كل يوم هيبع عندنا ثلاث أهداف للاعبين معتزلين سواء أدام أو يعني حاليين حوار آخر ولكن بعد الفاصل أجنبي في الدولة المصري هذا الموسم صبري 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 عثمان تاو إيهاب محمد علي معلول وحدة برافو عليك محمد خطاب أليو ديانج يوسف تامر مساء الخير كابتن متحط يوسف تامر محافظة الفيوم مساء الخير عليك من وجهة نظري علي معلول محمد عبدالدايم 1907 علي معلول بدون منافس طبعا أسامة شلبي من وجهة نظري اللاعب بلاتي توري لاعب بيرامدز أهلاوي محمد أسامة مساء الفل عليك كابتن متحط كريستوفر مبلولو لعب الاتحاد السكندري وممكن الجلاصي ومعلول محمد إبراهيم مساء الخير عليك يا إعلامي الكرة الأرضية من وجهة نظري التي لقيمة لها مبلولو هجوم الاتحاد السكندري واحدة برافو عليك يا حماد آخر تويتر من مادمان مثلا وراء كابتن متحط علي معلول من غير كلام ودينا واحدة برافو عليك يا ماد مع الكابتن الكبير عبد الحميد بسيوني ولكن بعد الفاص يا سعيدني طبعا اللقاء بالمدير الفني الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني مساء الأنوار يا مكباتي يا مساء الأنوار يا كابتن مهد سعيد جدا بوجوده مع حضرتك ودائما يا رب كده في صحة وسعادة يا رب يخليك يا كابتن الحمد لله على السلامة من ليبيا الله يسلمك يا كابتن يعني قل للناس تجربتك مع الأخضر الليبي والله يا كابتن تجربة كانت رائعة يا كابتن من كل الجوانب الأول من خلال حضرتك ومن خلال برنامجك وكل أهلنا في ليبيا أنا بشكرهم جدا جدا على حفاوة الاستقبال وعلى القرم وعلى الفترة اللي أنا عشتها بينهم وقولتها وأنا موجود وبقولها بعد ما أنا مشيت إن أنا حسيت يا كابتن إن أنا ما خرجتش من مصر من كتر القرم والجدعانة والأصالة اللي أنا شفتها في مدينة البيضة ومشجع كل نادي الأخضر الليبي وطبعا بشكر مجلس إدارة نادي الأخضر بقيادة الأستاذ إدريس بوقتين هذا الإنسان العظيم المحترم اللي بزل الغالي والنفيس من أجل أن يسعد جماهير نادي الأخضر لأن كان نفسهم في بطولة لم تتحقق منذ 58 يا كابتن نهاء الكاس نهاء الكاس إنما هم نفسهم في بطولة هو النادي أنشأ سنة 58 وهم نفسهم في بطولة وكانت بطولة الكاس كانت قريبة احنا وصلنا لنهاء الكاس لم يصل لنهاء الكاس منذ 18 سنة فده كان إنجاز كبير جدا إن احنا نلعب نهاء الكاس ليبيا مع أهل طرابلس لعبنا في تونس وحاولنا بقدر الإمكان وكانت النتيجة الغتل ديئة 78 تعادو 0-0 إنما فاز نادي الأهل طرابلس وأهل طرابلس بقى الفرق كبيرة كبيرة ومدعم صفوف وتدعمات كبيرة إنما احنا اجتهدنا وتعبنا وصلنا للنهاء عن طريق أهل بنغازي ودي برضو من الفرق الكبيرة جدا في ليبيا على المستوى الأفريقي كان لنا مشاركة أفريقية كبيرة جدا لأول مرة يوصل نادي الأخضر في تاريخه إنه يلعب دور المجموعات في أفريقيا ولكن أنت تخيل يا كابتن إن اللي بيلعب دلوقتي نهائي اتحاد العاصمة اللي فاز علينا في المباراة الأخيرة يمكن أنا رحت فزت فزت على مارومو بطل جنوب أفريقيا اللي فاز على بيرامدس على بيرامدس مارومو آه إحنا فوزنا عليه للناد الأخضر فوزنا عليه واتعدلنا مع الوبوب الكنغولي واخسرنا مباراة اتحاد العاصمة اللي هو دلوقتي بيلعب النهائي وفاز في المباراة الزهاب مع ينجي أفريكانز 2-1 ومباراة العودة في الكونفدرالية ومباراة العودة في تونس في الجزائر تحاد العاصمة نتاج ممتازة جدا طبعا وبعدين على مستوى الدوري لعبنا ست لقاءات فوزنا في اتنين وتعدلنا في اتنين وخسرنا في اتنين وودي يا كابتن كانت تجربة كبيرة جدا خدت منها خبرات كبيرة جدا طب ليه مرها مش عايز تستمر هو طبعا كانوا حابين ان انا كمل واختار الرياضيين اللي هم الرياضيين هناك يعني اللعبين الجدد اللي قدروا يحققوا للمدير الفني كل الأمال والطموحات اللي هو بيحلم إليها بس أنا اكتفيت بالفترة وتكلمت مع الوستاذ إدريس والراجل بكل جنتالة وزو تفهم وجهة نظري وديت فرصة ان المدير الفني اللي ييجي يبقى عنده وقت انه يقدر يختار لعيبة اللي اتحقاله اهدافه يكون مسئول مسئولية كاملة عن فترة الاعداد بتاعته انه يكون مسئول مسئولية كاملة عن كل اختياراته وعن الموسم الجديد ودي لهم فرصة كاملة انه ييجي ويشوف على الارض الفترة اللي جاي علشان خاطر يوقف على كل شي عشان النادي ده يستحق انه هو يبقى في مكانة كبيرة جدا انت كان عندك اكثر من عادة انا عارف وكان في حوار ما بيننا وانت كنت حتى محتار هنا ولا هنا ولا هنا وفي النهاية استقرت على الاخضر الليبي يعني لكن واضح ان انت تبقى صعب تبقى عن الاسرة كتير والله يا كابتن ثلاث شهور كان نوم ثلاث سينية انما اللي خفف عني الجماهير النادي الاخضر العظيمة في كل مكان في مدير كبير قوي يا كابتن ومحب ومشجع للنادي الاخضر بطريقة كبيرة جدا جدا ملعبهم بيشيل هده يا كابتن ملعبهم يا كابتن هو الملعب هو اللعب دلوقتي بدون جمهور بدون جمهور حاليا بدون جمهور انما الملعب يشيل يا كابتن من سبع العشر تلاف لكن دلوقتي القرار الامني بدون جمهور بدون جمهور بس للامان يا كابتن لما فوزنا على اهل بنغازي وتأحالنا لمبارات نائية صدقنا احنا عدنا يومين في قلب مدينة البيضة فوسطة لا ما نموش من الفرح اه طب فانا بشكرهم من خلالك يا كابتن على كل شيء وعلى كل حاجة حصلت معانا اه صدقني انا والله خرجت من من النادي الاخضر انا محب لهم وبشكرهم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللي غمروني به طوال فترة وجودي فيها يا كابتن وربما يبقى في تجربة اخرى ما حدش عارف الدنيا فيها ايه طيب اه اولا الحمدلله على السلامة احنا كنا امتابعينك هناك وكنا سعداء لما دول المجموعات في الكنفدرالية وعملتون من نتاج طهيبة جدا ونهائي الكاس ودي حاجة عظيمة جدا كان شيء بسعيدنا ان تقلق المدرب المصر دي شيء بسعيدنا جدا واناك مدربين كتير مصرين رحمة البيضة هناك كابتن ما شاء الله الكابتن محمد عودة عمل نتاج ممتازة موجود هناك حاليا مع الهلال هناك الكابتن مصطفى مارعي عمل نتاج ممتازة مع درنس كان فيها قبل كده كابتن حسام البدري وكان كابتن حسام البدري وناس كتيرها كابتن يعني للأمانة هم محبين جدا 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 لكل ما هو مصري يعني يا كابتن للأمانة الناس هناك يا كابتن تحس انها مصريين لا طبعا فالعلاقات اللي بيننا التاريخي اللي بيننا مش كلام تحس ان انت مخرجتش من المصري طبعا طبعا طيب نروح لناديك السابق او الاسبق بقى الزمالك انت نهيت مسيرة الكروية في الزمالك ولا مش لا نهيت في حرس الحدود ايوة صح حرس حدود انت روحت في الجيل بتاع حرس حدود الجامعة لكن انت استمرت فترة الجيل الزهبي طبعا انت لقابت فترة في الزمالك نهيت اربع مواسم لنادي الزمالك ولا ganska الاسمالي مسمين ولا sadece بقيت الفترة بتاعتي مع نادي الحرس الحدود طيب دي اللا ت獲ت ده نهيت كاس افريقيا كانون يا وند الكاميروني في النهاء انت خدت دوري مع الزمالك خدت دوري وكاس وكاس افريقيا والافرو اسياو مع الزمالك ده بالباس مع الدماني دي الموبرأة النهائية دي الموبرأة النهائية اه وده مع الاسماعيل يا كمس وده مع الاسماعيل بردو خذنا معاه دوري اخر دوري خده الاسماعيل اخر دوري بدون هزيمة يا كبت بدون هزيمة اه 26 مباراة فوزنا في 20 مباراة اه وتعدلنا في 4 مباراة وكدت تاني هدف الدوري وكدت هدف نادي الاسماعيل اه ماشاء الله ب13 هدف مشFO ببن حرصت الحدود ثلث بطولات يا كبتن واحدة وانا لعب واتنين وانا مدرب. ما شاء الله واحدة وانت لعب واتنين وانت مدرب. اه. اه. اخدت معهم في وانت مدرب ايه? مع الكابتن طارق العاشي. اه. اخدت السوبر وخدت كاس مصر. ايه بالزبط. لسا نتكلم عالطلاع بعد شوية يعني. طب ده يدينا فرصة طيبة جدا من الثلاث فرق اللي انت لعبت لهم وتعلقت معاهم. نبدأ بالزبالك طبعا وما يمر بيه حاليا واداءه من وجهة نظرك ومحتاج ايه? وبعدين الاسماعيل اللي انت اخدت معاه اخر دوري. الهدف ده يا كابتن الهدف ده كان عندي سبعة وتلاتين سنة. ده. اه يا كابتن. اخر هدف ليه? ده في الزمالك. اه. يا عيني. يا عيني. ده كنت انت حرس الحدود. كان حرس الحدود اه يا كابتن. اه ما عملتش بقى زي ما محمد بركات بيعمل ومرضتش تحتفل احتفلت عادي. لا يا كابتن انا 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 محب. ما شاء الله. انت طالع فوق وراكب وطالع يا سلامة. الله النوعية دي احنا بنفتقدها الكواليتي ده بنفتقده تماما تماما تماما. اوفر زي الاوفرات اللي بتتعامل كتير جدا في مصر. لكن ما بنلاقيش فرودة كتير عندهم. ده في الولمبيو في كاس مصر يا كابتن. ده في الولمبيو في كاس مصر يا كابتن. هي اللامة دي. الجن في اللامة دي. اه طبعا. طلعت الراجل لبرا ودخلت انت. انت وسعت النفس فتحت النفسك زاوية التزديد. اه. وسددت في ارض ما كانت في امطار في الوقت ده. اه. فما قدرش تتحكم في الجن فدخلت في اللامة. اه. وكان جيل جامد اهو. بعدين جيل دهب يا كابتن احمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغاني ومكي وشام حنفي. اه. احمد جيل. جيل كان فيه لعيبة كل لعيب يشيل فريق لوحد. اهو يا دي حياء والله. والله كل لعيب يشيل فريق فعلا. كان اي فريق ييجي كان بيمعمل للحرس الف حساب. اه ايوة دي حياء دي حياء. انا اريد ان نتكلم عن الزمالك موقفه الحالي. بنتكلم عن الاسماعيلي موقفه الحالي. بنتكلم على حرس الحدود اللي تقريبا خلاص هبط يعني. كمان. واكيد هنلمس شوية. ها. وطلع الجيش. هنلمس على طلع الجيش انه ايضا مهدد بالهبوح. خلينا ابدأ نقول بالزمالك. رأيك ايه فقدات زمالك? اكيد انت وتفقية بتتفرج طبعا. طبعا انا متابع جيد جدا. مليون المية. طبعا مليون المية. كل الفرق للامانة. لكل الفرق. يعني لو كلمتك بنظرة عامة يا كابتن في الجدول. هتلاقي يا كابتن فيه مجموعة بتلعب فوق لوحدها. اه. بتلعب على المربع الزهبي. اه. ومجموعة في وسط الجدول اللي هما عندك اربع فرق او تلات فرق عندهم اربعين نقطة. اه. وباقي الفرق كلها من ام بي وين تنازل عنده من ستة وتلاتين لغاية وين تنازل ونقطة الامان هي تمانية وتلاتين نقطة في المسم ده. اه. فبالتالي. نقطة تمانية وتلاتين. اه كابتن. انا كنت بقول الاسبوع اللي فات ستة وتلاتين او سبعة وتلاتين. ممكن. تبقى تمانية وتلاتين. ممكن تنزل لكده. ممكن. لان برضو المشكلة ان المواجهات. اه. اللي مع الفرق المؤخرة كلهم مع بعض. اه. فممكن تقلل اه. فعلا النقطة لانزل لسبعة وتلاتين. ممكن. طب انت بتتكلم عن الجزء الاولاني اللي هو المربع اللي فوق الاهلي مغردا بمفرده. تمام. وبعين بيرامتز فيوتشار الزمالك. تمام. انا عايز اروح للزمالك. الزمالك يا كابتن بيقدم اه موسم من المواسم الصعبة اللي 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 مرت عليه. اه. يمكن اه. الاداء في خلال المباريات الاخيرة ما كانش على المستوى الفني العالي اللي الناس مستنيها. اه. مش شرط يا كابتن ان انت تاخد البطولة كل سنة. ومش شرط ان انت تبقى. بس على الال لازم اظهر بمستوى متميز في اه المباريات اللي انا بلعا. يليخ باسمك كبير. بزرط. انما انما المتشاط الاخيرة. كان الاداء ما كانش على المستوى الفني. كل الناس كانت حزينة. اه من المستوى الفني اللي كان بيقدمه اه 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 لعيبة نادي الزمالك. اه. والامر خاص بفكر جهاز فني جديد. ولعيبة مش قادرة تستوعب ولا تنفس بالصورة اللازمة. اه. الكاملة. وبقت بتلعب تحت الضغط وهي خايفة فبتغلط تغلط. اه. يعني اللعيب دايما لما يقش في قلبه نسبة الخوف. فبيقدي بصورة اه بياخد كارات غلط كتير. فتلاقي ان دخل في الزمالك اهداف ما كانش ينفع انها تخش بفرقة حجم نادي الزمال. نعم. وعلى المستوى الهجومي كان الاداء الهجومي ما كانش بيخلق عدد من الفرص في المباريات اللي يقدر يسجل منها. اه. اي عدد من الاهداف عشان كده كان بيخرج بنتيجة سلبية. في بعض اللقاءات. يمكن مباراة النهاردة كانت مباراة اه هي وطلاق الجيش مع ان موقف اه الطلاقة صعب جدا. على انها مباراة كانت مشى في الاطار العادي لغاية الديئة تمانين. اه. بدأت تتحول من الديئة تمانين. ان الجيش عايز يهاجم بشراسة وان الزمالك عايز يفوز. فاصبحت المباراة لخصت في عشر دقايق الاخار. اه. فاتمنى اتمنى. طب من وجهة ناظر الكابتن باسيول. المشكلة في نادي الزمالك في ما تعلق بنتائجه. اذا ما انت تفضلت اللي لا تليق باسم نادي الزمالك. تماما. اه. هل هي مشكلة المدير فني عايز يفرد افكار غير مناسبة? ولا مشكلة لعيبة لا تقدر التشيرت? ولا هي دي امكانيات وقدرات اللعيبة? يعني عايزك تديني رشدة كده. حقول لحضرتك يا كابتن. لو كانت بتضيف. مش لنادي الزمالك. كانت بتضيف للدور المصري. طريق حامد فرجاني. حامد فرجاني. في بن شارقي. في كان يوسف اوباما. كان امام عشور. كانت لعيبة اقوية. اللعيبة اللي جات. اه. لعيبة مميزة في الاندية كلها. ولعيبة كابتن يعني نادي الزمالك جابي اللعيبة المميزة اللي كانت على السطح. اللي هي ظهرة في اندية. فطبعا يمكن اداءهم مع نادي الزمالك مع اختلاف المدارس التدريبية. مدهمش الظهور بالصورة العالية اللي كانت الناس بتأمل. حتى تأخر حتى مصطفى شلعبي في الظهور بالمستوى الفني العالي بتاعه. اللي لسه قايم يظهر به في خلال الفترة الاخير. فخده وقت. فطبعا الافكار الفنية مع اه اه اللي تفرضها على الفريق. وهو مش قادر ينفذ بتاخد منك وقت وتاخد منك مجهور. باتكلم عن المدرب. باتكلم عن المدرب اللي جيب يشتغل بفكر جديد جدا. اللعيبة اللي موجودة مش لسه استوعبت الفكر ده. مع هبوط في المستوى الفني العام لللعبين. مه. مع عدد من النتائج السلبية. مه. اثر على الاداء العام. مه. ده انا بتكلم في المناطق الفنية فقط لا غير. ما انا بتكلم فنيا طبعا. طيب اه فيما يتعلق بالجزء الهجومي في نادي الزمالك. انت شاف ان الشيكبالة لو انت الكوتش تبدأ بيه المباراة ولا تضعه على الدكة كاحتياط استراتيجي قوي. ده احتياط استراتيجي قوي يا كابتن ويقدر ينزل يغير لي من نتيجة اللقاءات. ما تبدأش بيه. ما ابدأش لي يا كابتن لان دايما الفرق لما بتبدأ بتبدأ بكامل بدنيتها وبكامل قواها وبتبقى عايزة من بداية اللقاء. مه. توصل لمرحلة هي كل فرقة عايزة يعني فرقة جاية بتتكتل دفاعيا وبتبزل مجهود كبير في الدفاع. لما ينزل مثلا في الجزء الاخير من اللقاء فبيبقى اللعبة وصلت من المرحلة البدنية اخدت منها كتير. المنافس. المنافس. مه. فبالتالي بيبقى عندك افضلية اننا نازل آآ بكامل يقتي عندي مهارات الفردية العالية. اننا وده عمله شيكابالا في مباراة كتير جدا انه اضاف آآ لما نزل آآ كاحتياطي ونزل للفريق اضاف. لان شيكابالا من اللعيبة اللي عندها الحلول الفردية العالية اللي بيتطلبها المباريات في بعض من الاوقات. نعم. والمدير الفني بيحتاج نوعية من نوعية شيكابال. نعم. بس لازم اختله التوقيت المناسب اللي ينزل يضفلي فيه ويضفلي الفريق. بالزبط بالزبط. كان انت حتى وانت بتضرب طاليا جيش كان عندك مثلا آآ عمر السيسي. كان مميز جدا. ايوة كان. كان عندي كان عندي في وسط الملعب عمر السيسي ومهند. اللي اتنين بيكملوا بعض. اه. انما لما يجي في معنادي الزمالك. العب عمر السيسي. ودونجة. اه. ودونجة. واللي اتنين يا كابتن عندهم نفس الطباع ونفس المميزات. فاذا انا ما عملتش اضافة لنص الملع. اه. فلازم لما حط واحد من دونجة او بالسيسي. لازم يكون واحد معاه من اللي بيلعب اللعب بالكرة الطولية الامامية. واللي يقدر يطلع يكمل مع المهاجمين واللي كرته بتبعل. كان ده بيتعمل لما يبقى طرق حامد وفرجاني موجود. الاتنين كانوا بيكملوا بعض. انما ما حط الاتنين بنفس المستوى بنفس الاداة وبنفس الشكل. فانا خاصر الاتنين في البتوضة. كأن واحد بيلعب ووسط الملعب بيروح من. فطبعا الامور دي المدير الفني لازم ياخد باله منها. اخد بالي من نوعية اللعيبة اللي عندي عشان اقدر اخط التكتك المناسب للعيبة. للممكن يا كابتن انا عايز افرد فكر واللعابة مش قادرة تنفزه ليه. بالزبط. فبالتالي لا اللعيب هيقدر ينفزه الدين اللي انا عايزه. وفي نفس الوقت النتائج السلبية هتأثر على الاداء ككل وتأثر عليها كمدارب وتأثر على اللعيبة جوه المهاجم. خصوصا النادي جماهيري كبير. بالزبط ولا يقبل غير بالفوز في كل المباريات. اه طبع. فبالتالي مهم جدا جدا ان انا عرف امكانات اللعيبة اللي عندي. اه لو انت. انما حطي الهجوم يا كابتن. اه. في نادي الزمالك. يمكن اه ما بيبقاش لما ببدأ بواحد ويعني مثلا لو بدأت بسيف تحته الناس. ما بيبقوش مديل للأفضلية الكامل. لخاصة ان انا لما كون بلعب ببكين عندهم بيشتغلوا الكورة العرضية كويس جدا. اه. فلما اشتغل بدا انا يعني مثلا وانا افطلع الجيشة كابتن. كان عندي ناصر منسي. اه. وكان عندي عمر جمال. وعايز استفيد من اللي اتنين. فكنت بلعب عمر جمال رقم تسعة. وكنت بلعب ناصر هاب بحيث ان الكورة لما تبقى معانا. ناصر يخش على طول في الثمانتاشر. علشان اقدر استغل يبقى عندي ناس بتلعب بيدمخها كويس جدا في الكورة العرضية. ما بقاش عندي مهاجم واحد والعب له كورة عرضية. لازم يبقى عندي اتنين مهاجم. في الزمالك واحد. في الزمالك واحد. اللي هو يا الجزير يا ناصر. اللي هو يا الجزير يا ناصر. اه. واما يعني مادناش مرضوط فني اه خالص في خلال الفترات اللي هو. لو انت كوتش للزمالك السنة الجاية اه تطلب تدعيم في اي مركز. في كل المراكز. في كل المراكز. اه. في ال 11 مركز. لا مش في ال 11 مركز يا كابتن. اه. يعني في خط الهجوم محتاج مهاجم سوبر. اه. يقدر يستثمر لكل الفرص. اه. يعني نوعية مابلول وكابتن في نادي الاتحاد السكندري. اه. مهاجم شرس. اه. بيقدر يستغل انصف الفرص. اه. في وسط الملعب محتاج باليميكر كويس جدا يقدر. وصف جعفر لما هياخد مباراة كتيرة ممكن يقدر يقوم بالدور ده. اه. بس لازم يلعب كتير. لازم يلعب كتير وياخد مباراة كتير. اه. في نفس الوقت. محتاج خط ظهر يا كابتن. محتاج مدافعين اقوية. اه. بقولوله فعلا. هو عن فكرة هدف دوقتي عنده المعطاشر هدف. هدف. كابتن لو شفت لو جابوا الهاتريك اللي هو في طلاق الجيش يا كابتن. اه. جاب اه. هدفين من الاهداف. اه. الصعبة جدا اللي مش اي واحد يقدر يعمل. اه. فبالتالي ده ده نوعية لعيبة محتاجها نادي الزمالك. محتاج خط الضهر. اه. يا انت شاف ان ما بلوله تحديدا. انا بقول نوعية. اه. اه. لعسوا في كلام ان الوكيل بتاعه كان بيتكلم مبارح بيقول انه الاهلي طالب والزمالك طالب. الله واعلم. والله انا ما اعرف يا كابتن. انا اتشاف ان هو ينفع. طبعا يا كابتن. او نوعية. طبعا يا كابتن. اه. فضل. لان واحد من اللعيبة اللي بقاله سنتين محافظ على اه. منافسته على هدف الدوري. بالزبط. فخاصة انت لا بتلعب في اهلي ولا بتلعب في زمالك يعني انت معظم الوقت. اه. بص يا كابتن شوف الهدف ده كابتن اللي هو جابه في الجيش. اه. من الاهداف الصعبة. اه. الصعبة بص يا كابتن بص بص الكرة هتجيله ازاي خدها على وضعها بص يا كابتن بشماله بص. اه روع. مش اي حد ياخده الكرة كده. طبعا. مش اي حد. طبعا. ومجرد التفكير في القرار يا كابتن لوحده. اه. ده حاجة حاجة احنا بنسمينها احنا كمدربين. اه. ان مش اي حد واحد تاني ممكن ايه يستلم. يطلع اللاعب اللي جنبه اللي هو فاضي. زل. يفكر تفكيرات تانية. انما ده ما فكرش. اه وبشماله. عارف هو عايز ايه بص يا كابتن. ورايحة طلقة. اه. شوف الجون التالت بقى كابتن. اه. هدف التالت نفس النوعية. اه. برضو خدها واحدة مش دربة الجزاء. الهدف. اه. التالت برضو من نوعية الاهداف الصعبة برضو. اه. اللي اللي. فبالتالي. اه. ده قدام عنيك بيلعب في فريق متوسط. اه. نادي الاتحاد السكندري. اه. في وسط الجدول. اه. ورغم ذلك هو هداف الدولة. البعض يا كابتن باسيوني يتحدث انه اللاعبة دي انا هنشوف برضو الهدف اللي انت طالبه ده. برضو بتاع ما بلوله الهدف التالي. بص يا كابتن. اه. واحدة. وبردو بشمال. بشمال. وبردو بشمال. مع انه مش هاشوى. البعض يتحدث انه بيجيده في اندية عن زي شاد حسين. كان مكسر الدنيا في سراميك. في الاهل اه. ما بيلعبش. كابتن امكان انا كان ليا لقاء مع حضرتك هنا برضو. اه. واتكلمت في موضوع شادي ومحمد شريف. اه. وقلت برضو لما انا اتسألت. قلت محمد شريف هيفضل لرقم واحد في المهاجمين النادي الاهل. اه رغم وجود. ان شادي. والناس كلها قالت ان شادي. ليا كابتن. شادي بيلعب في كل الاماكن. اه. اللي هي في التلاتة اللي هي اللي تحت رأس الحرب. اه. سواء هاف رايت او هاف ليفت او رقم عشرة. اه. وممكن تستغله فرود تاني مع فرود اساسي. اه. انما ما يبقاش هو الفرود الاساسي بتاعك. اه. لما اتكلموا على بيرستاوي انه هو مهاجم صريح. قلت لهم ما ينفعش يبقى مهاجم صريح. صح. بيرستاوي لازم يكون في ناحية اليمين عشان يقدر يشتغل بشمله كويس. ويمكن بيرستاوي في الفترة الاخيرة. متقلق. مع النادي الاهلي متقلق جدا جدا. انما ما اتكلم على رقم تسعة اللي هم بيلعبش غير رقم تسعة زي ما بولوله. ده واحد شايفينه بعيننا تحت كل المتشاط وكل الضغوط وكل. فمهاجم من المهاجمين فعلا. المتميزين. اللي يقدر يجيد في كل الاندال اللي هيلعب فيه. طفق معك. ماذا بقى عن طلاع الجيش انت حصلت على بطولة السوفر من النادي الاهلي. وهي البطولة الوحيدة اللي دخلت خزائنه. الان هو مهدد بالهبوط. ناخد رأيك في هذا الامر. ولكن. بعد الفاصل. يالا. طلاع الجيش. وكنت مديرا فنيا. وحققت بطولة عظيمة السوفر امام النادي الاهلي. مش امام اي حد يعني. النهاردة بيعاني من غياهب الهبوط. من وجهة نظرك فنين ليه. والله يا كابتن يعني الواحد صعب جدا انه يتكلم عن طلاع الجيش انه يتكلم عليه في 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 مكان الهبوط مع ان عنده جهاز فني محترم بقادرة كابتن عماد. عنده لعيبة كويسة جدا. اه. يعني انت يا كابتن يعني دين مباراة السوفر. خد بال حضرتك كابتن. ده ماتش السوفر بتاعك. ان موسيماني خسر بطولتين في حياته. اه. واحدة من الوداد. في افريقيا. صح. والتانية من باسه كرة المصرية السوفر. السوفر ده يا كابتن عندي بالنسبة لي. اه. ده هدية من الله ليه كده. يعني مريحاني نفساني وبسطاني. طبعا. اه. ما كانتش سهلة. وهي البطولة الوحيدة للطلاع يعني. بالزبط يا كابتن بطولة غالية جدا جدا. طبعا. اه برجع لحضرتك واقولك ان الطلاع يا كابتن بيمتلك فريق قوي جدا. اه. عنده لعيبة كويسة في كل الخطوط. عنده سكواد عالي قوي قوي. انما هو المشكلة يا كابتن متحت. ان بيصطفه سوق حظ غريب جدا. بس. معظم. معظم المباريات يا كابتن اللي خسرها. اه. صدقني. كان الاداء له فيها قوي جدا. اه. يعني بشوف مباراة كان بتقدم مثلا كان بتقدم مع بتقدم مع فاركو. لغاية الديقة خمسة وتسعين. اه. اتعادل فاركو. اه. فقدم مرضود فني كبير جدا بس النتائج مش على مستوى المرضود. واصبح في موقف صعب جدا. وخاصة يا كابتن ان مش هو الوحده بقى. يعني ما تتكلم عن سراميكا تتكلم على البنك تتكلم على الاسوان على المحلة. المشكلة ان ما تشطهم كلها مع بعضهم. اه. دي مشكلة كبيرة. فبالتالي مباريات صعبة جدا. واي فقد للنقاط في المرحلة اللي جاية. كل فرقة هتخش في موقف صعب جدا. جدا. يعني احنا لو انا الخرس بيتي ومكاني واللي انا زعلان برضو انه انه نزل. نعم. انما ده واضح موقفه من البداية. من البداية هو. الحرس واضح. من بداية الرجل يعني اه خسر مبارات كتير جدا ويقدم اه كان اخر الجدول طول الوقت. فبالتالي الحرس من بدر معروف انه هو خلاص. مع انه. يعني المركز التلتاشر كابتن بسيوني مهدد. طبعا. بنك الاهلي. كابتن لو طلعنا كمان فوق تلتاشر. جيش حرس حدود. كابتن من المركز العاشر مهدد. من العاشر كمان. اه يا كابتن من العاشر انت بتكلم في خمسة وتلاتين. اه. اه. من خمسة وتلاتين وانت نازل يا كابتن. اه. كل مهدد. اه. كل مهدد. وخاصة انهم هيلعبوا بعض. يعني الجيش هيلعب ماتش سموحة اللي جاي. اه. فالدخلية هتلعب مثلا اه سراميكا عنده. اه جيش عنده سموحة والاسماعيل وسراميكا واسوان وبيراميز. طيب كلها فرق بتنافس from. مين تاني اللي بتقول عليه? البنك الاهلي عنده الداخلية. عنده الاتحاد السكنداري. عنده الاهلا عنده غزل المحلة. عنده فيوتشر. اه. يعني يا فرق بتنافس على المربع. اه. يا فرق بتنافس عليه. عارك. خدت بالحرق. عندك اصوان. اه. عنده حرس الحدود. عنده المقاولين. عنده الاسماعيل. عنده طلاعي على الجيش. عنده الداخلية. بالزبط. كلها فرق برضو. يعني الطلاعية time الداخلية والحرس التلاتة بنفسه فبالتالي الفرقتين اللي حينزلوا كابتن فرقتين اقوية ولهم اسم ولهم شعبية فبالتالي يعني المطسطات اللي جاية اللي هيفقد فيها اي نقاط هيخسر كتير اوي 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 يعني الجولة اللي جاية بالذات يعني عندك سراميكا يا اسماعيل اللي عنده المقولين مبديا خلاص النهار دي عطبا من الاربع يعني سراميكا عنده اول ماتش فاركو فاركو ماتش كواس اوي بالضبط يا كابتن البنك الاهلي عنده الداخلية والداخلية بيونات هبتكلم على اول مباراة والاتنين دول مع بعض يا كابتن مباراتهم هتفرق في مسارتهم الاتنين اسوان وحرص الحدود اول ماتش اللي جاي للاتنين غز المحلة مع امبي وامبي فايق الداخلية اول ماتش مع البنك الاهلي والاتنين مهددين ما انا بقول لحضرتك طالا هاجيش مع اسموه حرص حدود مع اسوان ماتشات قوية يا جابت كابتن واللي هيفقد فيها النقاط هيتوجع هيتوجع بجد اه بس صعب بالتوفير الجميع يعني فيه التلاتة هينزلوا هينزلوا انا مش هادر افضل فرق عن فرق كابتن كنت هفضل هفضل طلع على الجيش يا كابتن لان انا انا اشتغلت فيه هفضل المحلة هفضل كل الفرق اللي انا عملت به حرص حدود تأكدوا بطوعة اه كابتن بعيد بس لغا رغم المردود اللي بيقديه مع محمد ميكي اخدت معهم دوري اخدت معهم اخدت معهم كابتن تلات تلات بطولات واحدة وانا لقى كاس مصر من امبي في المباراة النهائية واثنين من عن طريق الاهلي واحدة في الكاس واحدة في السوبر وانا مدار وانت مدار تخيل بقى النهاردة هو هو اول فرق اه خلاص هو 16 قطة صعبة مزحيلة يعني امر الا لو كسب يعني لو كسب بقى كل الماتشات والباقي يعني لها محزبة صعبة جدا صعبة كابتن هي على الارض نمس على الوقع صعبة جدا مدربين من وجه التزار حققوا نتائج وفرقوا قوي مع فرقهم هذا الموسم شوف يا كابتن ممكن حاجزة اقول لحضرتك اللي فرق من بداية الموسم من الفرق اللي مغيرتش فرق كابتن شوقي غريب مع المقولين هذا الموسم عمل معهم موسم كويس جدا جدا فرق طبعا كابتن علي ماهر مع فيوتشار شغال انما المداربين اللي تم انتقالها من اندية الاندية وفرقت مع الفرق اتنين مداربين يا كابتن عملوا الفرق مع اندية تامر مصطفى عمل فرق كبير جدا مع امبي كان في المراكز الاخيرة امبي خده دلوقتي وبقى عنده 36 نقطة وتأحل دلوقتي الدور التمانية في الكاس فده مدارب فرق كيميا وده يزبط لنا يا كابتن ان في حاجة فيه كمية مدارب تمشي مع فرقة وفيه كمية مداربين بتمشيش مع فرقة رغم انهم مداربين كويسين يعني فيه مدارب يبقى مع فرقة بيحقق مع نتائج كويسة جدا جدا مع تامر وفرقه فرق مع طارق العشرة يعني الطارق مع سموه هقدم مرضوط فني كانش عنده حظ كانش حظ موجود لما راح فرقه يا كابتن شفنا فرقه دلوقتي عنده ربع النقطة وعنده دلوقتي في المركز السادس ولسه عندها مباراة جاية تقدر تكمل كمان ففرق معه فالتنين المداربين اللي تم انتقالهم من اندية الاندية دول اللي انا شايفه من وجهة نظري فرقه مع عندي ممتاز طيب عندنا فقرة من واحد لعشرة هتدي درجة لكل حاجة انا هقولها كم من عشرة بس من غير الدبلوماسيتك ما هو كابتن مش بحب زعل حد لا لا بزعلش حد ده بالعكس عصدت راجل كوتش وليك شخصيتك وليك اراك المهمة يعني مستوى الناشئين في مصر كم من عشرة يعني مستوى الناشئين مدلوش اكتر من تات اربعة لان المنتخب ناشئين خرج كابتن حققت اي شيء على المستوى الجامعة بل بالعكس المشاركتنا الاخيرة يا كابتن كانت سلبية لدرجة لا تتخيلها من حيث الاداء والنتائج وكل شيء ما حرزناش هدف يا كابتن وخرجنا والبطولة على ملعبنا فانا بقول التلاتة دولة علشان بس الناس ما يعني مدنا حاجة مستوى التحكيم في الدورة والله الغد دلوقتي يا كابتن الحكام بتظلم نفسها لان يعني يعني عايز اقول ان الحكام عندنا موهبين بس هما اللي بيظلموا نفسه يعني يا كابتن حب نفسك وما تحبش حد غيرك يعني انت دلوقتي قانون انت حفظه وانت موهوب اصلا في التحكيم وكمان ربك جعلك كمان ان انت عندك فرصة الظار انه يقدر يرجعك في قراراتك ويصحح لك فبالتالي المدحكام عندنا ظلمة نفسها قدلهم خمسة من عشر خمسة من عشر مستوى الاهلي هذا الموسم قدله تمانية من عشر مستوى الزمالك هذا الموسم قدله ستة من عشر مستوى ادارة اتحاد الكرة للعبة في مصر خمسة من عشر خمسة من عشر تجربة بيرامدز في الدوري والله يا كابتن هي تجربة لها ايجابيات ولها سلبيات لها سلبيات ان هو بالامكانيات دي وباللعيبة والاسكواد اللي عنده طوال فترة وجوده في الدوري كان على الاقل لازم يكون عنده بطلتين ثلاثة فالنقطة السلبية انه لم يحقق اي بطلتين نمع خلى فيه منافسة على المراكز الاولى براه الاهل والزمال النهاردة هو بيشتغل على المركز التاني بيشتغل على المركز التاني اه بالزبط يعني هو وصف الدوري حالي وبالتالي تديله بديله سبعة من عشر سبعة من عشر المستوى الفني للكرة المصرية بشكل عام خلال اخر 3-4 سنين حدها كابتن ستة من عشر ستة من عشر لاننا لم نحقق على مستوى البطولات الافريقية اي بطولات افريقية لم نحقق على المستوى العالمي اي شيء فبالتالي يا كابتن مشاركتنا انا انا كابتن وصلنا لمرحلة ان ايه كان زمان يقولك اداء مشرف مشاركة مشرفة ما عادتش بتيش في غالينا احنا اصبح عندنا دور قوي وبيصرف عليه ملايين جدا المنتج بتاعنا منتج قوي بتسوق والناس كلها بتقعد تتابع الدور المصري جدا في كل الوطن العرب وفي افريقيا جاية والله فبالتالي لازم يكون مرضودنا الفني على مستوى النتائج للمنتخبات يكون افضل من كده افضل من كده وتمنى ان شاء الله مع المدير الفني الحالي مستر فيتوريا وجهازه انه حقالنا اللي احنا بنتمنى احنا غايبين غايبة عننا بطولة افريقيا يا كابتن بقالنا فترة كبيرة ما خدنهاش غايبة عننا الاداء الجيد والمشاركة الفعلية المشرفة فعلا واللي تخلينا نقعد كجماهير نبقى سعداء غايبة عننا بقالها فترة غايبة عننا اخيرا افضل مهاجم في مصر مين وتدي له كم من عشر راس حربة مبلوله كابتن مبلوله هداف الدوري افضل مهاجم افضل مهاجم في مصر حاليا حاليا وتدي له كم من عشره تدي له تسعة من عشر تسعة من عشر هو هداف الدوري وهو الفرق مع نادي الاتحاد في نتائجه ما بيلعبش في الاهل والزمالك مميز في كل شي مميز في كل شي التلاتة اللي جايين هترتبهم لي ده واحد ده اتنين ده تلاتة محمد شريف كهربا الجزيري نمرة واحد في رقم تسعة كابتن كراس حربة كراس حربة كابتن سف الجزيري نمرة واحد محمد شريف اتنين وكهربا وكهربة تلاتة لان انا لو مدرب انا عمري ملعب كهربا مهاجب تلعبه ايه ألعبه رقم عشرة علشان القهربة عنده رقم عشرة عشان يسيبه فامل وتحت رسالحة عشان يقدر ييجي بوشه بسرعته يكمل وعنده امكانيات فردية كويسة فانا استفيد منه في المكان ده حابب تقول لأي حاجة تانية انا يا كابتن حابب ان انا اشكر حضرتك وببقى سعيد جدا بوجودي مع حضرتك دايما وكل التوفيق والتميز والصحة لحضرتك يا رب يخلي ويا رب اكون ضيف خفيف على دايما 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 اتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق والموسم القادم نشوفك متلقلق كده كمدير فني في اي نادي انت ترغب ان انت ان شاء الله تكون موجود فيه شكرا جزيلا غدا بمشيئة الرحمن لقاء جديد اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته